السلام عليكم وبيه نستعين هنخش دلوقتي على الخطوة الاخيرة من البرنامج وهي خطوة بعد ما اخش على اخش على امر ده هيحسب لي الاحمال وهيطلع للنتاج زي ما احنا شايفين احنا عقفين على حالة وهي واحد واربعة من عشرة زائد واحد ستانعاشر الحالة اللي بعد كده وهي حالة وهي تمانية من عشرة في اللي اتفقنا عليه. احنا هنشوف دلوقتي نتيجة كل حالة من حالات وهنصوم معلها النتيجة الكبيرة. هنخش على تظهر لي مربع الحواري ده. انا عايز ام واي هشوف ام واي النتيجة بتاعته ايه? ابلاي. زي ما احنا شايفين احنا لو قافنا في اي مكان على الشاشة بنقدر نجيب كيمة كل مومنت عند كل نقطة وبالتالي نقدر الكبيرة هنشوف ده في الحالة رقم اتنين طبعا نشوف الحالة زي ما احنا شايفين المنعم خمسة والماكسوم تلاتة طيب لو شوفنا الحالة رقم واحد اه المنعم ستة والماكسوم اربعة يبقى دي فعلا الحالة اللي احنا هنصمم عليها ودي الحالة في التصميم طبعا هنشوف حاجة تانية هنشوف هنشوف الحالة دي الاف في اتجاه الزيد اناعمل افلاي دي الفورس في اتجاه الزيد القيمة الماكسوم والقيمة القيمة طبعا انا مش شايف من القيمة الاحمال اللي هي في الكمبيناتشن اعمل دي سبيلاي كليك من دي سبيلاي وهشي اخش على لودز وهشيل القيم اللي عندي اعمل اوكي وصيب قيمة الاحمال زي ما احنا شوف وبكده يبقى احنا وصلنا لتصميم الفريم في التودي او في ريم سني الابعاد ونستكمل مع بعض بائد دروس ان شاء الله وشكرا على حسن استمعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة